في الضراء قبل السراء تتوحد الرسالة الوطنية والإنسانية فالعراق واحد بشعبه وأهله والبصرة جزء لا يتجزأ منه وصلت لقاحات كورونا بنوعين أحدهما صيني والآخر بريطاني أسعد العيداني كمواطن يسارع إلى موقع الحصول على جرعة من اللقاح ليس محافظا فحسب بل بصريا يصنع رسالة الواجب للعائلة البصرية أجمع تلقى العيداني جرعته الأولى من لقاح كورونا مسجلا اسمه كمواطن قبل كل شيء وأشخاص آخرون في سجلات الآلاف الذين وثقت صحة البصرة تلقيهم للقاح رسم محافظ البصرة مبدأ القدوة اليوم الذي يحتاجه العراقيون فيخطو في طريق محاربة الوباء والانتصار عليه في معركة أرهقت حياة المواطن أكثر من 20 مليون لقاح يقول المحافظ أن وزارة الصحة ستشرع بتوفيرها وهنا يقرأ العيداني أوراق الإنجاز في تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في تلقي جرعات اللقاح لكي ينتهي زمن كابوس الوباء الذي أخر كثيرا من الإنجازات في ملفات الصحة والاقتصاد والتعليم أن يصنع المحافظ حالة صحية كهذه فهو يكتب رسالة توعية وتثقيف ويدعو الناس إلى ضرورة تلقي اللقاح حالة ضرورية تسجل في قائمة إنجازات الرجل الذي يقدم لأهلي ومحافظته تحقيقا للواجب والمسؤولية التعليمات اشتركوا في القناة